السلام عليكم وعليا بكم في حلقة جديدة مع عسامة نتناول فيها اهم اخبار النادي الاهلي والقضية الفلسطينية وكرة القدم المصرية بالتأكيد وتحديدا في البطلات الافريقية لكن خلينا دايما نبدأ من الدعاء لاهلنا في غزة الدعاء لاهلنا في فلسطين اللهم ثبتهم اللهم منصرهم اللهم ايدهم يا رب العالمين يعني في بعض المجهودات بتبزل الان من اجل مد الهدنة اكتر من اربع ايام نتمنى النجاح وخاصة ان المبادرة دي جاية من الجانب الفلسطيني فنتمنى ان شاء الله مد الهدنة الى اطول فترة ممكنة واعادة مرة اخرى تعمير غزة وتعمير فلسطين والهدوء لاطفال غزة والنساء غزة وايضا رجال فلسطين بالكامل يا رب العالمين فالله منصرهم وثبتهم وايدهم على المقابل لا ننسى الدعاء للاستاذ العمري فاروق لا نمل ولا نكل الحقيقة ونتمنى ان الدعاء ده يكون احد اهم الاسباب الرئاسية التي تغير القدر وان يخرج الاستاذ العمري فاروق من هذه المحنة سالما غانما معافى يا رب العالمين النادي الاهل النهاردة بيستكمل على طول تدريباته استعدادا لمبارات سموحة في الدوري لو تتذكروا قلتلكم عندنا اسبوعين من الصعب جدا التعامل معهم ولازم يكون فيه روتيشن ويكون روتيشن معمول بحسابات دقيقة جدا النادي الاهل النهاردة بيستمر فيه التدريبات استعداد للمبارات سموحة مبارات سموحة اللي تم تغيير ملعبها من ملعب السلام الى ملعب المقاولين العرب نقطة هنقف هنا ليه هنقف هنا لان مارسيل كولر عنده مشكلة في انه يلعب مباريات مع النادي الاهلي على استاد السلام هو مش شايف ارضية الملعب دي مناسبة للعب مباريات او مناسبة لطريقة لعب النادي الاهلي وبتخدم الفرق الاخرى اللي بتيجي بتبقى عاوزة تطلع بتعادل امام النادي الاهل الراجل يتكلم في القصة دي لدرجة انه هو حطاه من ضمن الاسباب اللي بتكون فيه اهدار الفرص ان الارض مش مستوية فبيكون اللعب مش متازن هو بياخد القرار وقت التسديد او وقت التسجيل وبالتالي بيتم اهدار فرص متخيلين ارضية الملعب شغل مارسيل كولر قد ايه والحقيقة ده لو رجعته الفيديو الاول لمارسيل كولر وهو كان بيحاول يفحص يعني ارضية ملعب التتش في اول زيارة ليلة التتش فالراجل هو مهتم بادقة التفاصيل وبالتالي هو مش شايف اي مبرر يخليه يلعب مباراة على السلام الا اذا كان مضطر ومجبر زي ما حصل مرة اللي فاتت هو دلوقتي بقى هيكارن ما بين قراره ان هو يلعب في السلام وملعبش في برج العرب وقراره بعد اداء المباراة بقولك مارسيل كولر من بعد اداء المباراة لا هو يقرر اروح لعب في برج العرب وسافر لسكندرية وملعبش على ملعب السلام دي قناعات المدير الفني وبالتالي مباراة الايل واسموح هتكون على ملعب المقولين العرب والحقيقة نارد طاهر محمد طاهر يعني يغاب عن التمرين وهيجري فحص طبي لاسباب متعلقة بالكادمة اللي كانت فيه مباراة الامس اللي يعني حكم الساحة لم يفكر فيه اخراج الكارت الاحمر للاعب فريق ميديامة والحقيقة علامات استفهام كتير جدا 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 على عدم استخدام تقنية الفيديو في دور المجموعات وهو دور مؤثر جدا 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 النهاردة شفنا نادي الزمالك وبيعاني فيه الكنفدرالية امام فريق ابو سليم الليبي شفنا مودرن فيوتشر وبيفوز ايضا على سوبر سبورت دوية واحد سفر واحد سفر وبرامة زفاز عرمزين بواحد سفر وبدأت التناول في الاعلام عن فوز الفرق الاربعة هتلاقي حد بيتكلم عن ازاي مستوى نادي الزمالك لا يؤهله للفوز بعد الوافر من الاهداف على فريق من وجهة نظري او من وجهة نظر كابتن فاروق جعفر قليل الحيلة مش هتلاقي حد بيتكلم عن القصة دي مش هتلاقي حد بيتكلم عن ميزانية بيرامنز والتي لا تقارن بميزانية مازينبي على الاطلاق وان الفوز يتأخر ويبقى بهدف واحد فقط لغير لكن هتلاقي كل الكلام ده عند مجرات النادي الاهلي اللي فايز 3-0 الحقيقة احنا بنشارك في جزء من ده ولازم نعيد نظرتنا وتقييمنا للامور الى حد ما لان البعض بينتظر مننا اننا ننتقد ذاتنا فيبدأ يعلي علينا ويبدأ النقد بزيادة مش هتكلم عن مدوح صراح محصن حاليا لكن هتكلم عن موضوع حتى فكرة ان احنا ما كناش راضين بنسبة 100% عن الاداء وتحديدا في الشرط الاول ولكن في النهاية انت فوز 3-0 بدأ الاعلام يردد ان انت عندك ازمات وعندك سلبيات وعندك مشكلات لانك انت بدأت تتفكر انا عايز اشوف الاهلي في احسن صورة طب انا اهلاوي وعايز اشوف ان ده الاهلي في احسن صورة وده معياري انت معيارك اعلام لازم يختلف عن معيارنا بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا قاعد دلوقتي بحلل كل المباريات وانا في قناة محايدة او قناة مش فقوية لا اهلي ولا زمالك والمفترض ان انا طالع بتكلم عن كل الفرق فما ينفعش معياري مع النادي الاهلي يكون مختلف عن معياري مع نادي الزمالك يكون مختلف عن معياري مع نادي برامد او فيوتشار ولو اختلف لازم بالكريدت يعني ايه بالكريدت؟ يعني لو انا شايف النادي الاهلي بطل القرى يبقى لازم لو انا هنتقده على اساس انه هو بطل القرى اتعامل معاه ودي له الكريدت بتاعه وهو بطل القرى واجه اطبطب على الفريق الضعيف واوضح ان ده بعيد تماما عن النادي الاهلي وان معيار النادي الاهلي معيار مختلف لان النادي الاهلي البطل الاوحد او البطل الافضل او البطل الاكثر حصوله على عزيز البطولة وهيبقى الكريدت واضح لنادي الاهلي لكن اللي بيحصل ايه الفرق الاربع المصرية حققت مش عارف ايه فانت سويته فالمفتر لو انت حط معيار المساواة في سردك للنتايج يكون هو نفس معيار المساواة في سردك للنقد لما تلاقي ندل اهلي فاز 3-0 وباقي الفرق فازة 1-0-1-0-1-0 على ملعبها كل الفرق لعبت على ملعبها المصرية فلازم هنا تدكريت لمن لنادل اهلي لكن اللي واقع بيقول ايه اللي واقع بيقول ان النقد بيتم توجيهه لنادل اهلي والفرق الاخرى يا زين ما فعلتم الحقيقة انا اولتها من بدري بطولة الكنفدرولية هي اضعف من بطولة دوري مدارس والحقيقة نادي الزمالك لو لم يحصل على هذه البطولة فالمفترض يتم يعني محاسبة قوية جدا من جماهير نادي الزمالك واعضاء الجامعة لو ما نادي الزمالك لمجلس دارة نادي الزمالك وجهازه الفني ولعبيه لان دي ممكن تكون اسهل بطولة تقابل فريق نادي الزمالك على مدار تاريخه مفيش فريق انت المنافس معك حاليا في المجموعة في السجرادة على فريق سوار يعني فرق يعني انت سمعت عنها قبل كده ولو سمعت عن سجرادة فهتسمع من خلند الزمالك اللي بيجيب لنا اسماء ما انزل الله بها من سلطان نتعامل معها من هذا المنطلق وانا راجل معياري ثابت انا اللي طلعت قلت لكم في مجموعة النادي الاهلي في دورة بطال افريقيا مجموعة سهلة وما تصعبوش الامور على نفسكم عندنا مباراة شباب الازداد او منافس شباب الازداد على الصدارة ما دون ذلك غير مقبول من النادي الاهلي ان هو لا يتصدر هذه المجموعة فانا مع فاضح نانا شايف مجموعة سهلة اللي ايه ما لا حدى لو راحت الكمبضرولية فهي اصعب من كل المجموعات اللي موجودة من الكمبضرولية الحقيقة لان الحقيقة الفرق اللي موجودة في الكبضرولية بالفعل و 1954 مش تقليل منهم اقل من فرق درجة ثالثة في كرة القدم المسرية ولكن مبروك يا نزل زمالك الفوز الصعب جدا ولكن تخطى يعني ازمات البدايات عنده حتى مع فرق كانت في المتناول ولكن مكانش بيقدر يحاق الفوز حاق الفوز النهارده بدون اداء يعني لكن حقق النتيجة امام فريق مع كامل احترام متأديل ومتواضع جدا ايضا فريق حقق الفوز وده التارجت وممكن هنا فريق يعني حديث العهد بالبطولات دي يمكن دي تاني بطولة بيشارك فيها او حاجة وبالتالي يعني مقبول لي ان هو يعد من المجموعة دي لان المجموعة دي يعني فيها اتحاد العاصمة الجزائري وايضا انا بشوف ان قادر على انه يحصل على المركز التاني ان لم يحصل على المركز الاول اذا اراد امام اتحاد العاصمة الجزائري اما نادي بيرومتز فهو اقف مغموعة صعبة جدا مازينبي وسانداونز ولكن فوزه على مازينبي من وجهة نظري هيسهل على الامور جدا 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 ان هو يصعد رفقة سانداونز اللي فاز النهاردة تلاتة سفر والحقيقة فريق سانداونز بفوزه النهاردة يوم الحد يعني بيوصلنا لارسالة لجمهيل الودان البيضاء والمغربي هو من حق الجميع يعترض ليه سانداونز الليها بالحد مش السبت مع الكونفيدرالية ولكن لما يطلع الاعتراض ده من جمهيل الوداد البيضاء والمغربي تحديدا فانا هنا مش ناسي اللي حصل معنا بمعنى ايه جمهيل الوداد البيضاء والمغربي عملت اغنية للنادي الاهلي وفضلت تغنهاله الفترة اللي هي ما قبل النهائي الثاني اللي فاز فيه النادي الاهلي بالتعاعده اللي جاي بواحد واحد فاز بالبطولة وبدأ اقوله شكاي بكاي وبيشتكي طول الوقت على النادي الاهلي اللي هم حقق اكثر البطولات القرية وتاني نادي في العالم حقق بطولات القرية بعد ريال مدريد فكانوا بيتكلموا عن النادي الاهلي ان هو شكاي وبكاي ليه؟ لان النادي الاهلي ازاي يشكو ان مباراة النهائية تم تحديدها بعد ما تم تحديد او شبه تحديد طرفي المباراة النهائية وتتلعب في ملعب الوداد البيضاء والمغربي ازاي النادي الاهلي يعترض على ده ويشكو على ده برغم ان عدم تكافؤ الفرص كان واضح جدا وكان فيه ملف مقدم من نيجيريا ولكن فوز الاججع قدر بقى علاقاته داخل الكاف ان هو يلعب المباراة النهائية اللي هي تسعين دي فقط لغير النهائي اللي كان من مباراة واحدة اللي تغير بعد كده بناء على عدم تكافؤ الفرص وبناء على شكوى النادي الاهلي اللي كانت عن وجه حق اتلعب بعد كده زهاب وعودة ولما تلعب زهاب وعودة النادي الاهلي قدر يفوز وعال وداد في النهائي التالي على طول عشان يوضح ان النادي الاهلي كان محق تماما في شكوى سواء كان فاز على الوداد او لو من الفوز على الوداد كان محق في شكوى لكن لازم نسمع جماهير الوداد اللي كانت بتقول عن النادي الاهلي شكاي وبكاي نقطة مهمة جدا وهي بتشكو بتشكو نفس الشكوى بل امر بتقول ايه كل الفرق تلعب تلعب اليوم ده بالامس البوست ده تلعب اليوم من صفحة يعني جمهيرية كبيرة يعني عند وداد الامة كل الفرق تلعب اليوم مبارياتها في دور الابطال الا فريق رئيس الكاف يلعب غدا المخصص لمباريات كأس الكون فدرالية وهذا تهريج وتسهيل واراحة اكثر لهذا الفريق الذي تم منحه اول نسخة للدوري الافريقي طبعا المباريات عن النهائي كان بين سندونزو الوداد الذي تم منحه اول نسخة للدوري الافريقي بسبب توقيت لعب النهائي بسبب توقيت لعب النهائي وهو الامر الذي اغضب الشركة المنظمة وهددت بعدم اعادة دعم هذه البطولة اذا لم تتغير عدة اشياء منها ان يكون لها القرار في توقيت المباراة انت متخيل ان الجماهير اللي كانت بتقول عن نادي الاهلي شكاي بكاي عشان المباراة نهائي من تسعين دي افقت لغير على ملعب الوداد بتعترض وشايف ان في مجمالات لفريق سندونز تم منح البطولة على اساسها للفريق ده عشان ايه عشان لعبه الساعة تلاتة العصر في مباراة العودة انت متخيل ومدرك اللي انا بقوله انا دايما براهن على الايام ودايما بقول ان الايام كفيلة بانها ترد لكل مظلوم حقه وتكشف كل مدعي الحقيقة ده اللي حاصل من شريحة كبيرة من جماهير الوداد بتتحدث عن فكرة المظلومية والمجمالات لمجرد ان معاد النهائي في المباراة في مباراة العودة بدل ما يتلاقب الساعة ستة سبعة تمانية بيتلاقب الساعة تلاتة العصر برغم ان الفريق ده الفريق ده السنة اللي فاتت صعد نهائي على حساب سندونز في نصف النهائي في نفس التوقيت لما تعادل اتنين اتنين قادي جماهير الوداد اللي كان بتقوله عن نادي الاهلي شكاي بكاي مع كامل احترام طبعا لجماهير الوداد العقلة الموضوعية المنطقية اللي لازم تشوف بعين العقل والحكمة وتقدر النادي الاهلي كفريق قوي اكبر فرق القارة واقوى فرق القارة في التاريخ والحاضر وبإذن الله مستقبل وده مش كلامي ولا عشان انا منتمل النادي الاهلي ده الارقام اللي بتقول ده النادي الاهلي اخر اربعة نهائي دورة ابطال افريقيا كان متواجد فيهم حقق منهم تلات بطولات على المقابل اعلام فريق الوداد البيضاوي المغربي الحقيقة وجه سؤال في المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق جالاكسي اللي قدر يفوز على فريق الوداد في عقدارو سؤال كان الرد مقنع جدا بالنسبالي من المدير الفني انه هو ترك المؤتمر الصحفي وخرج لما تقال ده وضوح شديد جدا للمدير الفني في كم من الفرص المهدرة من فريق الوداد هل انت كنت بتستخدم السحر الاسود وشايف ان هو له دور في الفوز بالمباراة المدير الفني سمع سؤال قال له انت غير عادل وانت تقلل من شأني وطرق المؤتمر الصحفي ورفض استكمال المؤتمر الصحفي فتخيلوا يا جماعة لما نكون بنلوم على المؤتمرات الصحفية في مصر وبنقض ننتقل السلبيات فتيجي تلاقي مؤتمر صحفي معمول في مباراة في دور ابطال افريقيا خسر فيها بس فريق الوداد مباراة على ارضه فتقال للمدير الفني وتم اتهامه بوضوح ان هو بيستخدم السحر الاسود يعني مش بيكلمه في طريقة اللعب مش بيكلمه في ازاي ادري سجل هدف مش بيكلمه ازاي ادري حافظ على هدف مش بيكلمه حتى في الحظ اللي انت شايف انه ممكن يكون كان حليفك النهاردة او التوفيق اللي كان حليفك النهاردة لأ ده بيتهمه باستخدام السحر الاسود ولكن النادي الاولي هو اللي شكاي هو اللي بكاي من وجهة نظر جماهير الوداد البيضاوي المغربي او بعد جماهير الوداد البيضاوي المغربي ولكن عشان اقفل القصة دي واقفل موضوع النادي الاولي يمكن كلمتكم عن صراح محصل مرتين مرة لقت لايف بعد المقرن بشرطاً قبل mans Hiçبارة اي لصلاح محسن هل تقصد جماهير النادي الاعلي هيجاوب اجابة قاطعة لأ لأ طيب لو كان الراجل ده يقصد جماهير النادي الاعلي وطلع اعتذر وقال جماهير النادي الاعلي عراسي قلت لكم في اللايب في الفيديو بتاع حلقة الصفح تلكم يا جماعة حتى لو انا ازعلان منه او انا بعتب عليه المفترض بعد ما يوضح خلاص يا جماعة نقطة من اول السطر لكن الحقيقة الناس شغال على صلاح محسن بشكل قوي جدا وانا عجبني رد مارسيل كولر لان مارسيل كولر تم اتهامه ان هو اتقال للعب انت لاعب ما عندكش القدرة على الاستعاب اتقال كده ان كولر قال لصلاح محسن انت لاعب ما عندكش القدرة على الاستعاب وانا وجهة نظري وقلت لكم كولر صعب ان هو يقول مباشرة للعب في وشه بالشكل ده لان ده نوع من انواع العنصرية ولكن حتى اذا كانت المعلومة صحيحة فكرة تدولها في الاعلام هي فكرة تغضب بالتأكيد صلاح محسن ومن حق الرد عليها باي طريقة ومهما كان الموقف ولما دربت مثلا الان بارح على تويتر بارنولد في مباراة السيتي وليفربول انا دربت مثلا من حيث المستوى السيء اللي قدمه ارنولد في المباراة وكان شارع تماما تماما مفتوح للسيتي ولكن برغم مستوى السيء في المباراة لما سجل هدف عمله بس عملها الجماعير السيتي بالتأكيد لكن انا هنا بقول لك على المستوى السيء فلو انت شايف ان صلاح محسن مستوى سيء وانه هو لا يصلح للنادي الاهلي من حق يحتفل بالطريقة اللي هو شايف نلا ما الطريقة دي هو وضح انها مش لجمهير النادي الاهلي عريق ام تقف اصدن لما يقول ده لجمهير النادي الاهلي لا يا حبيبي حاتشه يعمل لجمهير الاهلي الكلام ده لكن لما يطلع يقول ان الموضوع ده مش متعلق بجامهير النادي الاهلي قناعاتنا الشخصية ان لازم اول ناس تكون دعمة لموقف صلاح محسن وتوقفوا على رجله يا جامهير النادي الاهلي دي قناعات الشخصية اللي عملوا كلر النهاردة هي رسالة للاعلام اللي كان جاية على صلاح محسن ورسالة لبعض جامهير النادي الاهلي اللي شايفة ان صلاح محسن ربما يكون متعالي عليها او انه كان بيشير اليها لا بالعكس كلر النهاردة على الانستة دون عن بقية لعبي الفريق اللي سجله التلات اهداف حط صورة الفريق بالكامل وحط صورة احتفاله مع صلاح محسن عشان كلر وصله بشكل واضح جدا ما يدور في الاعلام عن لاعب في فريقه فاذا كان كلر بيدافع عن لاعب في فريقه فانا من وجهة نظري الاولى بجماهير النادي الاهلي انها مش بس تدافع عن اللاعب ده تدافع عن تعامل كلر مع اللاعب اللي هو كان داعم بشكل واضح جدا من خلال ستوري على الانستجرام فيالدة يا جماعة ناخد بالنا وانا قالت لكم القاعدة بالنسبالي نشيل الارقام ونشيل الحسابات ونشيل الحب والكرة في التعامل مع اللاعب النادي الاهلي لعب النادي الاهلي ده زي اللاعب النادي الاهلي ده لو انا عايز اكون موضوعي الغلطة هنا بقابلها بواحد اتنين تلاتة لما يحصل عند اللاعب Aurora لازم اقابلها بواحد اتنين تلاتة يا اما لو هسكت هنا يبقى هسكت عن الكل انا لو كنت شايف ان صلاح محسن اخطأ في حق جماهير ينال الاهلي كنت اول واحد هنتقد صلاح محسن لان في النهاية جماهير ينال الاهلي دايما قاعدة بالنسبالي واضحة وتحديدا الجماهير اللي بتحضر في المدرج لا يمكن على الاطلاق انها تتعامل في الظروف الاقتصادية في جماهير بتتحمل عناء السفر لانها بتيجي من اقاليم وحتى اللي بيجي من القاهرة تتحمل عناء اقتصادي وبتدخر من دخلها عشان تحضر المبراء فيتم معاملتها بالشكل ده اكيد ده مرفوض وبالتالي لما صلاح محسن يوضح ده لازم نبقى عارفين ان هو خلاص الراجل ما قصوش ده خاصة ان اللقطة جماعة كانت كده وعمل كده ونزل ايده يعني حتى عاملها على استحياء يعني لكن ده كان موضوع لازم اتكلم فيه الموضوع التاني اللي انا محتاج ان انا طبعا موضوع برسته واكلمتكم فيه الصبح ومفيش اي نوع من انواع الخلافات والراجل كان مستثنى اساسا من فكرة التدريبات ومدرب الاحمال كان استثنى يعني برسته من التدريبات بعد المباراة النا والخبر كان نازل في كرة بلس وانا بقول لكم مليون في المية الخبر خاطئ 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 نروح لقصة تانية وموضوع اخر وهو موضوع الكندوسي لان الحقيقة اصابة الكندوسي وضحت قد ايه رسالة النادي الاهلي المتعلقة بالله البعض البعض في وقت ملوقات يعني شاف ان انت جيت على الكندوسي برغم ان الفكرة كلها ان الكندوسي كان لها محترف لسه لم يأخذ على اجواء النادي الاهلي ومرسل قولر متمثب بالكندوسي وكان متمسك ان عارضه تكون داخل الدور المصري للتكيف على اجواء الدور المصري لان هو محتاج الكندوسي في العام المقبل الكندوسي تعرض لاصابة نادي سيراميكو اعلن ان هي جزع في الرباط الداخلي للرجبة كابتن خالد بيبو المدير الكرة في النادي الاهلي اوصى بطبيب النادي الاهلي دكتور رحمة جبالله انه يتابع مع الجهاز الطبيب لفريق سيراميكو كليباترا حالة الكندوسي وان هو يقدم كل الدعم والمساندة الطبية اللازمة لللاعب برغم ان اللاعب معارف فريق سيراميكو ولكن ده بيوضح لك قد ايه اهمية اللاعب عند النادي الاهلي اهمية اللاعب عند النادي الاهلي وحرص النادي على سلامة اللاعب حتى وهو معارف مع فريق سيراميكو كليباترا وبالمناسبة انا بقولي الكلام ده بدون اي نوع من انواع الاحراج اللي ممكن تفهمه جمهير نادي الزمالك لسبب بسيط جدا ان الكندوسي سجل في مرمى النادي الاهلي يعني الرجل لما لعب قدامنا سجل ولغاية الدقيقة 92 كنا متعلين واحد واحد بسبب هذا الهدف فالقصة يعني بالنسبة لنا احترافية بحتة ولكن هي رسالة للكندوسي ان احنا كنادي اهلي حرصين جدا جدا على سلامتك وشايفين تقلقك ومستنيين عودتك بعد انتهاء الاعراء لتتقلق باذن الله في صفوف النادي الاهلي اخيرا في كرة الطائرة الاتحاد المصري في كرة الطائرة يقف جنبا الى جنب مع نادي الزمالك ضد مايا ممدوح وانا هنا مش قصتي نادي الزمالك ولا قصة الاتحاد المصري لكرة القدم انا رسالتي كانت متعلقة بمايا ممدوح اللي سبق وكلمتكم عنها وقلتلكم زي ما باعت النادي الاهلي او بلاش باعت النادي الاهلي زي ما اختارت نادي الزمالك لانه دفع مقابل مالي اعلى بكتير من مقابل نادي الاهلي ربما يكون اربع اضعاف في نفس التوقيت سابت نادي الزمالك وراحت للهلال السعودي بس الغريب وده اللي اكتشفته من خطاب اتحاد كرة الطائرة لنادي الزمالك في اربع نقاط ان اللعبة سفرت ولعبت في طولة الالعاب السعودية مع نادي الهلال السعودي بدون بطاقة دولية وده امر غريب جدا وبدون حتى خطاب رسمي من الكاف وبالتالي الاتحاد المصر لكرة القدم بعت لكرة طائرة بعت للاتحاد السعودية لكرة طائرة يسأل هي ازاي اللاعبة دي لعبة عندكم بدون بطاقة دولية وبدون خطاب رسمي من الاتحاد المصر لكرة طائرة واين نسبة الاتحاد والمشاركة في هذه البطولة وبالتالي تم تحويل اللعبة للتحقيق يوم لتنين وتم ايقافها بمعرفة نادي الزمالك زي ما الخطاب واصل لنادي الزمالك ويتم التحقيق معها داخل نادي الزمالك بوجود مندوب من اتحاد القرى الطائرة للفصل في امر اللعبة وطبعا نادي الزمالك كان تقدم بشكوى لسفر اللعبة للهلال السعودي دون اذن من نادي الزمالك ودون ابرام اي تعاقد نوع من انواع الهروب ولكن في النهاية اعتقد يعني الاستاذة او الكابتن هناء حمزة وقفتها معها في مباراة الزمالك وسبورتنج اكيد هتسفر عن شيء متعلق بمصلحة نادي الزمالك اولا ثم مصلحة الاتحاد ثانيا ثم مصلحة ما هي ممضوح ثالث نشوفكم على خير والاهلي دائما منتصرا الاهلي فوق الجميع سلام